خط طحن الدراف وخط طحن الامح وبيعين تيجي عندي نوزلز عندي ايه 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 خلط النسبة ايه مثلا نفطر العشرة بالنية ودي ايه يطلع ايه دي امح مع الدراف لما كان الخباز يسيبوا يومين ولا تلاتة ويعمل منه يعيش بعد كده كانت يلاقي الدت بكاتس فالدرا ما كانتش ارخص بالكير بالامر دايما الدرا والام هين مبقارنين فعرضت على الحقومة ايامية وكده لايت هناك اول مرحلة عملتها معلش بتول في دي عشان بس نرجع للتانية اول مرحلة ما يقول طب حفص دي ايه الدرا عندي ايه ايه الامر كان الخباز ياخد دي ايه الدرا ويتصرف بيه برا ويعمل امر الاطباحات هننضر الضرع عشان ايه عشان هو ما يستغلوش كنت ايه عشان ما يسمع دي ايه ما يزنخش ما كنت قلت مش هنخلطه هنعبي ده دشكارة لوحده وده حشناه مش ده بقوله يعني بديد فلاقينا ان ده الموضوع ده مفيش داعي منه والنسبة كانت كل المصر اللي تمتجه كان دورة بيضة دورة ورجل بيضة كنا بننتج ساعتها ربعموية الف تن ربعموية الف تن الدول يمثله خمسة في المية من استهلاك مصر ملحب اقل من خمسة في المية اولا مجدده لكبه ايش المدعب حوالي تسعة مليون تن في السنة هنجد الربعموية الف تن الربعموية الف يمثله اقل من خمسة في المية فاذا قلنا مش لجايبة توفيل في تكلفة او كانت دخلنا في تجربة اضافة الشعير الشعير ممثل وجربته مع مركز البحوث ونستطيع ان نضيف الشعير وبيندود من القدرة بتاع تلعيش على الشد كده يعني العكس الدورة مش يفارول لا بالعكس تلاقي الزقمة تقطحها كويس بس كل من احنا بنشتغل فيه الشعير في مصر حوالي 250 الف تن الحاجة شكرا شكرا انه